تغطيتنا الإخبارية متواصلة مشاهدين على مدارية الساعة وعلى المباشر من تلفزيون النهار أو القناة الإخبارية في الجزائر مرحبا بكم من جديد إذن أذكر بالعاجلة الذي يظهر أسفل الشاشة عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية أنهى مهام محافظ بنك الجزائر محمد لكساسي خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة اجتماع لمجلس الوزراء إذن تضمن الجدول أعماله عدة مشاريع وقوانين وملفات همذة طابع سياسي واجتماعي اقتصادي كما درس مجلس الوزراء هذا الأول منذ مراجعة الدستور يوم السابع مشاري فيفري الفارت إصدار عدة قوانين عضوية تتعلق بالنظام الانتخابي والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسير غرفتي البرلمان وبحث مجلس الوزراء كذلك مرسيم رئاسية تتعلق بعقود بحث واستغلال المحروقات ومشروع عقد لاستكمال أشغال تهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبدالله ما وصلنا هو أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أنهى مهام محافظ بنك الجزائر محمد الاكساسي للإشارة تعرض هذا الأخير للانتقاد من قبل خبراء اقتصاديين نتيجة السياسة المنتهجة بالإضافة إلى انتقادات كذلك لادعة من قبل نواب برلمانيين تحت قبة البرلمان تحت قبة البرلمان